اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم عزيزينا طلاب مدرس المجد الاهلية طلاب الصف السادس الابتدائي يا سيدنا نقدم لكم دروس الرياضيات درسنا اليوم إن شاء الله يا أبطال نتكلم عن خطة حل المسألة اللي هي البحث عن نمط فكرة الدرس هنا يا أبطال أحل المسائل باستخدام خطة البحث عن نمط سيدنا الأول إن شاء الله أوجد عدد العدان اللازمة لعمل الشكل الثامن في النمط المبين خطة حل المسألة يا أبطال بتحل بأربع خطوات كما تعلمنا أفهم خطة حل تحقق في الأشكال اللي قدامي الشكل الأول هنا مكون من أربع عدان الشكل الثاني مكون من واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع عدان الشكل الثالث هنا مكون من واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر عدان محتاجين هنا أن نعرف الشكل الثامن محتاجين فيه كام عوض خطوات حل المسألة نبدأ بإفهم المعطيات كما نظرنا في السؤال الأشكال الثلاثة تتكون من الأواد الموجود المطلوب هو إيجاد عدد العيدان في الشكل الثامن خطط الخطوة الثانية من خطوات حل المسألة نستعمل تمام نستعمل خطة البحث عن النمط نجعل خطوة الثالثة اللي هي حل الشكل الأولي أبطال هنا كان بيمثل بأربع عيدان ده الشكل الأول بيمثل بأربع عيدان الشكل الثاني همثله بالشكل ده كده ده الشكل الثاني بيمثل بسبع عيدان الشكل الثالث واحد اثنين ثلاثة ده الشكل الثالث بيمثل بأربع عيدان الشكل الرابع واحد اثنين ثلاثة ده الشكل الثالث بيمثل بواحد اثنين ثلاثة اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر حداش اثناش تلاتاش شكل الثالث بيمثل بواحد اثنين ثلاثة اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر اثناش اثناش تلاتاش اربع عشر خمستاش ستاش عود ده الشكل الخامس نيجي على الشكل السادس نرسم واحد اثنين ثلاثة اربع خمس ستة واحد اثنين ثلاثة اربع خمس ستة كم عود واحد اثنين ثلاثة اربع خمس ستة سبع ثمان تسع عشر حداش اثناش تلاتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عود وهكذا يا ابطال نيجي على الشكل السابع نرسم الشكل السابع واحد اثنين ثلاثة اربع خمس ستة سبع ثمان تسع عشر اثناش اثناش تلاتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عود واحد وعشرين اثنان وعشرين الشكل الاخير وهو الشكل الثامن واحد اثنان ثلاثة اربع خمس ست سبع ثمان نعد هنا يا ابطال نعي هنا واحد اثنان ثلاثة اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر احداش اثناش تلاتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين تلاتة وعشرين اربع وعشرين خمس وعشرون يبقى هنا خمس وعشرين تحقق يا ابطال نيجي عندي جزئية تحقق نشوف نتحقق من الحل عندي الشكل الاول بدأ باربع اعواد الشكل الثاني بدأ بسبع اعواد الشكل الثالث كما موجود عندي بعشر اعواد نلاحظ هنا ابطال ان في نمط ان انا عندي هنا بضيف ثلاث هنا بضيف هنا ثلاث وضيف هنا ثلاث كل مرة هنا بضيف ثلاث يبقى زيد هنا ثلاث بعد العشرة يعطينا تلاتاش وبعدين زيد ثلاث يعطينا ستاش زيد ثلاث يعطينا تسعتاش زيد ثلاث يعطينا هنا اثنان وعشرون زيد ثلاث يعطينا خمس وعشرون هنا نفس الكيمة التي طلعت في الشكل الثامن تعني عدة هنا يا ابطال واحد اثنان ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان هنا حل المسألة وشكرا لكم شكرا لكم